مشهد مهم جداً شفناً بارح كلنا كمصريين كده يعني فرحنا ورفعنا رأسنا إن رئيس الوزراء سبع وزراء الحكومة كلها أجهزة الدولة موجودة على أرض سينة عند معبر رفح بتدشن مرحلة جديدة ثانية في تطوير شمال سينة بعين المصري أولاً وبعين محافظ كنت مسؤول في يوم الأيام على المحافظة شفت مشهد مبارح إزاي هو يمكن الحقيقة حضرتك وأنت بتقدم اللقاء ده الحقيقة تطرقت إلى المفكر والباحث والمصري العظيم جمال حمدان ده ما حضرتك قلت إن سينة بالنسباله في وصف عبقارية مصر إن سينة تمثل كأنها مصر أخرى صحيح ده بالعكس قال كمان كلمة الحقيقة أنا ترصخت في ذهني دائماً وأبداً عندما يذكر اسم سينة بتتذكر هذه الكلمة اللي قال فيه أن سينة تمثل قدس الأقدس لمصر جميل تخيل بالا ما أقول قدس الأقدس ماذا تعني قدس الأقدس يعني شيء غالي أوي صحيح شيء غالي أوي لمصر ليه شيء غالي أوي لمصر وهلازم برضو البعض التاريخي نبقى عارفينه طبعاً لمنقش ننظر للحضر بس دون افتباطه بالماضي والنظرة للمستقبل طبعاً سيناء على مرة تاريخ كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطمئين يعني على مرة تاريخ مصر منذ أحمص حتى وقتنا هذا حكسوس والتطار والرمان الزم حاول الحكسوس والحيسيين والتطار والمغول والبطلمة والرمان والفرنسيين والإنجليين والإنجليين والأثمانيين واخبار حضرتك والصهاينة والإرهابيين واخبار حضرتك فكان دايماً سيناء هي أنا مش عاوز أقول كلمة البواب لا سيناء هي الدرع صحية الدرع الذي كان يحمي مصر على مر التاريخ نقطة مهمة برضو لأستاذ المشاهدين عشان نقايم الأمور بشكل من الواقعية وليس بالعاطفة فقط يعني احنا شايفين حجم العمران والتنمية اللي بتتم على سيناء ده كتير أقول لك الله أنتوا جاء لسه بتفكروا فيها دلوقتي ما أنتوا سايبينها من زمان مش قادرين نتخيل إن فيه فرق ما بين سيناء المرتبطة بالتاريخ سيناء التاريخ وسيناء المولود الجديد دول فيه فأنا بفرق ما بيلي اتنين خلاص سيناء المرتبطة بالتاريخ دي كانت موجودة على مر تاريخ مصر منذ المصرين القدماء حتى أكتوبر 73 يعني ألاف السنين دي كانت سيناء تمثل هي الأرض العظيمة اللي من خلالها أبناء مصر يدفع عن مصر ويحرموا من يطبع في خيرات مصر أن يدخل مصر في نقطة مهمة ستة اللوة من 2014 احنا متكلمة أنا أعود أكمل الحتة دي عشان صورتك تامل فضل إذا لغاية أكتوبر 73 كانت هذه البقعة من أرض مصر الغالية تمثل الحصن والدرع الذي يعميها من أطمع وغذات الآخرين إيه بقى اللي عملته أكتوبر 73 أكتوبر 73 لقامت الطرف المعادلين درس جعلته يتحول إلى السلام بالتحول إلى السلام أصبحت سيناء مولود جديد يعني عمره بقى نجي نقول إيه بعد ما وصلنا إلى تفاقية السلام في التسعينات يعني من بداية كده التسعينات بدأت تبقى سيناء المنظور الاستراتيجي لسيناء تغير بدل ما كانت هي أرض المعارك والحرب والدفاع عن مصر تحولت إلى الله لسيناء دي أرض الخير صحيح كيف تحول بقى المنظور من منظور عسكري للقتال والدفاع إلى منظور للأمران والتنمية جميل